اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الاولى من دور التعليم برنامج ادوبي اندزاين طبعا بعد ما نفتح هذا البرنامج راح تطلع عنا هذه الواجهة وطبعا تكون مختلفة من برنامج او من نسخة الى نسخة اخرى يعني من اصدار الى اصدار اخر ولكن في الغالب الواجهة متشابهة في بعض الامور راح نتجاوز كل الامور المختلفة في الواجهات ورح نذهب الى الامر المتشابه من قائمة فايل راح نختار الامر نيو ورح تطلع عنا ثلاثة اوامر ديوكمنت بوك ليبري ان شاء الله في المحاضرة القادمة راح ناخذ هذه المجموعات ولكن حاليا راح نتطرق على الدوكمنت اللي هو المستند النصي طبعا بعد ما نختار الدوكمنت راح تطلع لنا هذه النافذة واللي هي تكون مختلفة من نسخة الى نسخة اخرى ولكن راح نشرح الامور المتشابهة طبعا عدنا هذا المكان اللي هو الوريينتيشن اللي هو اتجاه المستند هل هو افقي ام عمودي طبعا هنانا هذا الخيار عمودي وهذا الخيار اللي هو راح يكون افقي طبعا نختار على حسب التصميم ومبدئيا رح نختار عمودي طبعا عدنا هنا البندينج الاتجاه طبعا هذا الخيار غير متوفر في جميع النسخ متوفر فقط في النسخ التي تدعم اللغة العربية واللي يعني انه هل ان الكتاب write to lift كتاب عربي او التصميم عربي ام التصميم انجليزي طبعا رح يأثر عدنا في ترقيم الصفحات ورح يأثر عدنا في بعض الامور الفنية داخل البرنامج يعني اذا اردنا نستخدم كتاب عربي او مجلة عربية نستخدم هذا الخيار write to lift واذا انجليزي نختار هذا الخيار طبعا عدنا هنا الwidth والهيط الاختيار وعدنا هنا مجموعة من القياسات الجاهزة اشهر هذه القياسات اللي هو ال-A4 طيب عدنا هنا هذه الخانة اللي هي ال-columns عدد الاعمدة طبعا نقدر نخلي عدد اعمدة معينة او نقسم النص الى مجموعة اعمدة رح نطرق الى هالموضوع داخل الواجهة او داخل الملف بشكل اوسع مبدئيا رح نخلي الى واحد طبعا عدنا هنا القتر اللي هو الفاصل بين عمود وعمود لو اختارنا اثنيا رح يفصل بين العمود الاول والعمود الثاني بهذه المسافة اللي هي اربعة بوينت اثنين ثلاثة ثلاثة ملي متر طبعا مبدئيا رح نخلي القتر بشكل اوتوماتيك والنمبرز رح يكون واحد طبعا عدنا هنا المارجن او المارجن اللي هي الهوامش طبعا عدنا هنا التوب والبوتوم وانسايد اوتسايد طبعا التوب اللي هي المقصود بها الاعلى والبوتوم اللي هي الاسفل الانسايد والاوتسايد طبعا على حسب اتجاه المجلة اذا كانت انجليزي الانسايد رح يكون يسار والاوتسايد رح يكون يمين واذا كانت عربي الانسايد رح يكون يمين والاوتسايد رح يكون يسار طبعا نقدر نضغط هنا على هذه السلسلة ونقدر نتحكم بعدد معين لكل جهة أو ممكن نضغط على السلسلة نفعلها ونقدر نتحكم بكل الأحجام بدفعة واحدة طبعا عندنا هنا البليد and slog اللي هنا الأمور الخاصة بالقطع وطبعا راح نتركها في المحاضرات القادمة ورح نأجلها لأنه غير مهمة بالوقت الحالي طيب في حال لو أنه عدنا هذه القياسات حبينا نحفظها عدنا هذا الخيار اللي هو Save Preset راح نحفظ هذه القياسات وبالتالي نقدر نحصل على القياس بعد ما نفتح البرنامج مرة أخرى بهذا المكان مبدئيا راح نترك أيضا هذا الخيار راح نأجله لمن نعمل محاضرات تطبيقية أخرى فقط عدنا أخير شيء هنانا هذه المنطقة طبعا عدنا هنا Number of Page يعني عدد الأوراق راح أخلي مثلا خمسة أو ممكن يكون ستة وعدنا هنا نستارت بيج يعني أنه هل هذا المستند يبدأ من صفحة واحد من صفحة ثمين صفحة ثلاثة طبعا في بعض الأحيان توجد كتب كثيرة الصفحات مثلا كتاب يتألف من خمسمائة صفحة وبالتالي صعب جدا أنه نعمل مستند واحد راح نقسم هذا المستند إلى مجموعة أقسام مثلا كل مستند مئة صفحة فالمستند الأول راح يبدأ من واحد إلى مية المستند الثاني من مية واحد إلى ميتين وهكذا ففي بعض الأحيان نحتاج أنه مستند يبدأ من صفحة معينة أو من رقم معين فممكن أنه نخلي رقم البداية بهذا المكان مبدئيا راح يكون دفولت هو من صفحة واحد عندنا هنا الخيار اللي هي الفايسينج بيج الصفحات المتقابلة طبعا إذا فعلنا هذا الخيار راح يعرض لنا صفحة ثين في آن واحد وإذا لغينا هذا الخيار راح يعرض لنا صفحة أسفل صفحة مبدئيا راح نفعل هذا الخيار لأنه مهم ومن ثم أوكي طيب بعد ما نفتح عندنا ملف اندزاين راح يفتح بهذه الطريقة طبعا ممكن أنه بالاتجاه الأسفل أو بالرولة ممكن ننزل إلى الأسفل حتى نستعرض الصفحات الأخرى وطبعا عدنا هنا في هذا الخيار طبعا في حال لو أنه البرنامج غير مكبر للآخر ممكن هذا الخيار ما يظهر فنكبر للآخر حتى نقدر نشاهد الملف بكامل الصفحة طبعا نقدر كونترول وعلامة الناقص نصغر الصفحات وكونترول وعلامة الزائد أو ألت والرولة الخاصة بالماوس لاحظ أنه هذه الصفحة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وحتى لو أجينا هنا على اليمين إلى قائمة بيج أو البنى الخاص بالبيج واحنا لاحظوا الترقيم أنه واحد اثنين ثلاثة وترقيم يبدأ من اليمين إلى اليسار أي أن المستند يدعم اللغة العربية بشكل متكامل جيد طبعا هذه الصفحات دائما الصفحة الأولى تكون للغلاف حصرا الصفحة الأولى تكون للغلاف وتكون مفردة والصفحة الأخيرة أيضا تكون للغلاف الخلفي وأيضا تكون مفردة يعني هنانا عندنا غلاف أمامي وهنانا عندنا غلاف خلفي وطبعا هذه الصفحات تكون للمحتوى على اليسار عندنا مجموعة أدوات هذه الأدوات جزء من عندها متشابه مع أدوات بقية برامج أدوبي كالفوتوشوب والسريتر من ضمن هذه الأدوات عندنا هنا أدات الـ Selection Tools واللي هي موجودة بالبقية البرامج مثل أدات الموف تول أدات الـ Direct Selection للتحكم بالنقاط الفكتور وعندنا هنا أدات الـ Text إذا لاحظنا هنا أدات الـ Text لمن أضغط اكليك أيمن على الأدات واحتضهر لنا مجموعة اختيارات من ضمن هذه الاختيارات خيار مكتوب بـ M-E واتجاهها من اليمين إلى اليسار أي أن هذا النص يدعم اللغة العربية بالكامل طيب ببرنامج InDesign لا يمكن أن نكتب كتابة بدون كتلة الكتلة طبعا نروح على أدات الـ T وممكن راح أكبر شوي النص أضغط Click وأبقى ضغط وأسحب يعني وكأنما نفس الكتلة اللي نعملها ببقية برامج أدوبي بعدها طبعا نكتب مثلا راح نكتب عالم بها الاحترافي طبعا Control A نحدد Control A وهنا بالأعلى عدنا هنا حرف A وعدنا هنا B طبعا حرف A اللي هو خاص بالتنسيقات النصوص وهنا حرف B خاص بتنسيقات الفقرات طبعا بمقلوب نجي إلى A هذا الخيار اللي هو الخاص بالA طبعا عدنا هذا الخيار اللي هو نوع الخط نقدر من هذا الخيار نغير نوع الخط وطبعا هنا عدنا الوزن ممكن نختار Bold طبعا أكو بعض الخطوط تحتوي على أوزان وأكو بعض الخطوط لا تحتوي على أوزان مثلا نختار فد وزن معين وليكن هذا الوزن لاحظوا أنه هذا الخط بوزنين الوزن اللي هو Regular طبعا نكبر حجم الخط طبعا نضلل لازم أنه نضلل الخط مثل برنامج Word وطبعا نجي إلى الأعلى عدنا هذا الخيار اللي ومن خلاله نقدر نختار الحجم المناسب وطبعا نقدر نصغر من خلال هذه الأسهم تمام جدا طيب بعد عدنا هنا مجموعة أدوات راح نتعلمها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة من ضمن هذه الخيارات عدنا هنا خيارين الخيار الأول اللي هو لون النص طبعا نضغط هنا كليك أيسر ونختار أحد هذه الألوان الجاهزة ورح نتعلم إن شاء الله بالمحاضرات القادمة شونا نضيف ألوان أخرى مثلا راح أختار لون أصفر إذا أجي هنا راح ألاحظ أنه النص يحتوي على لون أصفر وطبعا عدنا الجزء اللي بالأسفل اللي هو لون الإطار راح أختار مثلا إطار أحمر إذا نلاحظ هنا أنه صار عدنا نص أصفر وإطار أحمر طبعا نقدر من طبعا نقدر نتحكم بسمك الإطار هذا من خلال قائمة ستروك هنا الجزء الخاص بي ستروك وأدنا هنا طبعا وث وطبعا أو الويت اللي هو السمك وطبعا نقدر نتحكم بالإطار أدنا هنا بهذا الجزء هذا الجزء الخاص بي طبعا هل إنه النص عربي أو إنجليزي وإذا كان إنجليزي راح يترتب عليه بعض الإجراءات وإذا عربي بعض الإجراءات أيضا طبعا إحنا حسب النص إذا نص عربي نختار هذا الخيار اللي هو right to left وإذا إنجليزي نختار هذا الخيار اللي هو left to right طبعا عندنا هنا المحاذات والكشائد اللي راح نتعلمها إن شاء الله الكشائد في المحاذرات القادمة المحاذات هذه محاذات إلى اليمين إلى اليسار وإلى الوسط مثل ما نلاحظ برنامج بسيط جدا فقط يحتوي على التعرف على بعض التكنيكات وطبعا يحتاج إلى تركيز وممارسة نلتقيكم في المحاذرة القادمة بإذنه تعالى